السلام عليكم ورحمة الله وبركاته يارب تكونوا بخير وصحة وسعادة طبعا بحب هني كل واحد نجح في السنوات العامة واحب اقول هارد لك للي ما وفقوش الحظ ونجح السنة دي وطبعا للناس اللي جابت مجموع ما كانتش متوقعة وده مهمتي في الفيديو ده مهمتي في الفيديو ده ان اقول لكم ازاي تبدأوا وتتظلموا على نتاج بتاعتكم في ناس طبعا كانت متفوقة جدا وكانوا بيحلموا يخش طبه وفجأة لو نفسهم جايبين خمسة واربعين في المية وستة واربعين في المية وخمسين في المية وستين في المية وشايفين ان هما تظلموا وحلينكوا عيس طبعا دول ناس كتير جدا 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 وقطعوا قلبي طال الفترة اللي فاتت لما شفت فيديوهاته مع تيكتوك فطبعا دول وارد جدا ان هما يكونوا تظلموا في الفيديو النهاردة هيكون بعنوان ازاي تقدم تظلم في وزارة تربية والتعليم عشان لو ليك حق تاخده ان شاء الله في طريقتين لتقديم تظلم الطريقة الاولى انك تستنى ان وزارة تربية والتعليم هتطلع لينك الكتروني تقدر من خلاله تقدم تظلم على المواد اللي انت شاكك انك مظلوم فيها وبعدها هيتم دفع رسوم برضو لسه ما تحددتش ازاي بالزبط من قبل وزارة تربية والتعليم وبعد كده تبدأ تفحص التظلم بتاعك ويشوفه هل انت ليك حق او لا ما لكش حق طبعا الالكتروني زي راس كتير ما بيفضلهوش لانه مش مضمون مش معروف امتى هيرده مش معروف امتى هياخده قرار فتعالى بقى اقولك الخطوات اللي انت لو عاوز تقدم تظلم لازم تعملها ولازم تبقى عارف وانت تتفرج عن الفيديو ده انه قدامك 15 يوم بس من موعد ظهور نتيجة عشان تقدم تظلم بعد كده مش هيكون لك اي حق في انك تقدم تظلم وستبقى ده تكتك نهائية هتقولي طبعا لو قدمت تظلم وكليات فتحت وحصل ان انا ملحدش كلانا انا عايزها طب هندسة الى اخيره يعني وزارة البيئة والتعليم بتضملك انك في حالة لو ليك درجات ما هتهاش لأي سبب ان كان هتكون هي المسؤولة عن التواصل مع وزارة التعليم العالي عشان الحقك بالكلية اللي تتماشى مع مجموعك حتى لو الاماكن فيها اكتملت تعال اقولك خطوة بخطوة ازاي تقدم تظلم وتكلفة التظلم ايه وازاي هتشوف ورقتك وازاي هيتم المحاسبة بالدرجات بتاعتك يلا بينا يلا بينا اقول لكم ازاي بتقدموا الطلبات زي ما وصلتنا من وزارة التعليم اولا الكلام بيقول كالآتي تقدم الطلبات الاطلاع في المادة او المادة المطلوب الاطلاع عليها لمندوب لجنة النظام والمراقبة المتواجد بالمدرات التعليمية انا هتروح للمدرات التعليمية وهتروح لواحد وظيفته او منصبه مندوب لجنة النظام والمراقبة في كل محافظة طبعا في مدرات التعليم هتقدم له طلب انك عاوز تعمل تظلم ومعه إيصال سداد المبلغ المفروض تدفعه وهو قيمته 100 جنيه معيد الاطلاع يعني هتشوف ورقتك تبدأ من الساعة 9 صباحا بمقر لجنة النظام والمراقبة المقتصة طبعا واضحة دي جدا يلتزم الطالب أو الطالبة اللي مقدمين بقى الطلب ده أنه هم يكونوا موجودين في الموعد المحدد ليهم عشان يشوفوا أو يتطلعوا على الورق بتاحهم ويعملوا التظلم بتاحهم ولو ما تواجدوش في الموعد المحدد ليهم من قبل اللجنة هيضيع عليهم التظلم وهضيع عليهم الفلوس ومش هيبقى من حقه أنه يقدم تظلم تاني هنا برضو من البنودي اللي أتركوا عليها أن وزارة الربعة والتعليم بعد التظلم لو ليك درجات هي المسؤولة على أنها تنصق بينك وبين وزارة التعليم العالي لو أنت ليك كلية ما خدتش حقك فيها ويكون التنصيق ده خلال تلتية أنت بقى ما تيجي تروح تقدم التظلم وتدفع فلوس كل حاجة هتسلم نموذج تسلم نموذج وأنت بتشوف الورقة بتاعتك بيقولك بقى في النموذج ده يحقه للطالب أنك من حقك تدون أي ملاحظات شايف أنها بتأثر على مجموعك في المستند ده ممنوع ما أنا عم بتن استخدام الموبايل في الموضوع ده وبعد جده هيبقى من حقك أنك تتواصل مع اللجنة دي عشان تعرف النتيجة بمعك نموذج بتملاه بتشوف إيه حقك ضايع فين سيان درجات سيان واتيفر إيه وتتواصل مع اللجنة عشان تعرف هما عملوا إيه طب إيه اللي هيحصل لو إن الوزارة وجدت لك حق في درجات هيتم التواصل معك بالبريد بخطاب علم الأصول عشان يقولك أنت ليك درجات طب وانت رايح هناك إيه اللي من حقك وإيه اللي مش من حقك وانت رايح تعمل التظلم على فكرة لقولنا 100 جنيه في المادة 100 جنيه في المادة يعني أنت عندك 500 جنيه لو عايز تعملها تظلم إيه اللي من حقك بقى وإيه اللي مش من حقك عشان تقدم التظلم بيقولك يا سيدي تقتصر عملية الاطلاع للطالب على صورة دوئية من كراسة الامتحان وليس الكراسة الأصلية يعني مش هتشوف الكراسة الأصلية بتاعتك هتشوف صورة دوئية منها وهتبع فيها براحتك وزي ما قلت لك في منشوية يشترط حضور الطالب بنفسه وتدوين ملاحظاته بخط ييده في النموذج المعد لذلك وزيلك في الحياة القتية عندها بتتسجل ايه في النموذج اللي هنتكلم عليه وجود اجزاء من الاجابة غير مقدرة ليك اجابات التصحيح ما اصلهاش او لك درجات ما اتجمعتش او عدم صحة جمع جزئيات درجات كل سؤال من الداخل او عدم مطبقتها للدرجات المدونة على المرآة الخارجية لقراسة الايجابة او الخطأ في جمع الدرجات الكلية لأسئلة على المرآة الخارجية لقراسة الايجابة تعال بقى اشرح لك البند ده بيقول لك يا سيدي ان انت هيكون دورك انك تشوف الورقة تشوف كمان الدرجات الموجودة جوه انت مثلا لك في سؤال في عشر اسئلة هل هو انت جاهل في السؤال ده عشر هل هو حضط لك عشر او لا او لا تمانية نسي اتنين ده واحد الجامع بتاع الاسئلة خمس اسئلة في خمسة بخمسين مسر هو مديك مثلا الدرجات دي جامع حالك كلها ولا نسي درجة من الدرجات ده كل ده هيبقى من حقك بالمختصر المفيد هنختصر الموضوع بكله عشان وقت الفيديو عشان وقتكم انت اللي هتروح بنفسك لازم تقدم دلوقتي لو عايز تعمل تظلم لازم تقدم دلوقتي وخلال خمستاشر يوم من دلوقتي لان النتيجة تدعت فانت قدام خمسة يوم بس لازم تروح بنفسك وفي المعاد المحدد ديك ولو ما روحتش في المعاد المحدد ديك هيدي عليك التظلم الحالي والتظلمات الفاضية مليكش تظلم هيكون في نموذج هتسجل فيه كل ملاحظاتك هتشوف درجاتك هتجمع درجاتك هليكت التظلماتك خلال بعد كده اللجنة تديك معاد ترد عليك فيه وهيبعتولك جواب بعلم الوصول على بيتك لو ليكوا درجاتك ناخدها لو انت ليك درجات تعدلت وعايز تخش كلية غير لانت دخلتها مجبرا بسبب درجاتك وزارة الرباء والتعليم هي لابتولى التنصيق مع وزارة التعليم العالي عشان تخش كلية اللي من حبك ده بالكامل قصة التظلمات ياريت يا جماعة من فضلكم لو سمحتوا شاهروا الفيديو ده على أوسع نطاق خلي الناس تنبسط وتفرح انها ممكن تاخد حقها ولو ليها درجة او درجتين ما خلتهمش من حقها هيقدروا يرجعوها دلوقتي اشتراك في القناة تفعيل زر الجرس لايك واستنوا فيديو الجاي والتنصيق المتوقع الطباء حكام السيدالة حكام حندسة حكام ألسن إعلام كل حاجة والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته